أشرت إلى أن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث لضعف بعض رجاله لكن الصحيح أن الحديث جاء له متابعات و قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه و معلوما أن الحديث الذي في صحيح إمام مسلم قد جاوز النقد في قول جماهير المحدثين و إن كان هناك حديث منتقد في صحيح إمام مسلم فهذا له بحث مستقيم لكن بخصوص هذا الحديث هذا الحديث ما ورد عليه من نقد ليس مستقيما و ليس قائما بمعنى أن الحديث جاء له من المتابعات ما يعضده فالحديث ثابت و على هذا جماهير أهل العلم من رأى أنه لا يشرع الصيام فهذا يعني قول و قد ذكرت في كلامي في أول الحلقة أن الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى هذا القول استنادا إلى أنه لم يكن عليه عمل أهل المدينة و فعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك لم ينقل على النبي أنه صام لكن يكفي في ثبوت السنة الفعل لا 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 يلزم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يعني كثير من الأمور تنقل بالقول و بعضها تنقل بالفعل فالقول و الفعل كله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدخل في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا يلزم ثبوت الفعل